ليس متزلفا من يتحدث عن خير المملكة العربية السعودية بل جاحد ذلك الذي يدير ظهره لكل ما قدمته للبنان واللبنانيين من دون منة أو حتى طلب مقابل آلم المملكة العربية السعودية رؤية اللبنانيين يتقاتلون فيما بينهم فكانت رعية اتفاق في الطائف أوقف الحرب الأهلية ليس هذا وحسب بل ساهمت في إعادة إعمار لبنان واستطاعت من خلال دعم مصرف لبنان بالودائع من وقف تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار حينها حوالي 70 مليار دولار مجموع ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان منذ العام التسعين حتى اليوم من خلال ضخ فائد الأموال السعودية في المصارف اللبنانية وإقامة الاستثمارات على مختلف الصعود إضافة إلى الهبات والقروض والودائع والمشاريع التي لم تبدأ بالبنية التحتية ولم تنتهي عند حدود شراء الكتب لتلامذة المدارس الرسمية اللبنانية حتى في تلك الظروف التي كانت فيها تحت نيران الشتم من أصحاب المغامرات غير المحسوبة وقفت المملكة أثناء حرب تموز إلى جانب لبنان لتؤكد أن العلاقة معه أكبر من أن تقف عند حدود جهود البعض كان الوضع الاقتصادي على حافة الانهيار عندما أودعت خلال الحرب مبلغ مليار دولار في مصر في لبنان بهدف تعزيز الاحتياط بالعمولات الأجنبية لمواجهة آثار العدوان الإسرائيلي هذا فضلا عن بناء أكبر جسر إغاثي بري من مواد غذائية وطبية بملايين الدولارات لتأمين احتياجات المتضررين من الحرب في المحافل الدولية قدمت المملكة الدعم للبنان في مؤتمرات باريس 1 و 2 و 3 وكانت المملكة العربية السعودية الصوت الداعم للبنان وسيادته واستقلاله والأهم أن المملكة لم تميز يوما بين لبناني وآخر ولم تدعم سوى القوى الأمنية الشرعية اللبنانيون تمتعوا بخيرات المملكة على أرضها أيضا لينمو الخير في لبنان من خلال مئات آلاف اللبنانيين المحتضانين هناك والذين تفوق تحويلاتهم الأربع مليارات دولار تساهم في إنعاش الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية اللبنانية هذا فضلا عن تشجيع السعودية لمواطنيها على دعم السياحة اللبنانية ساعات وصفحات لا تكفي لتعداد ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان هي حكاية أم رعت طفلها المريض حتى تعافى وعند كل محطة صعبة مدت له يد العون هي حكاية كتب سطورها ملوك وأمراء وشعب سعودي إلى جانب اللبنانيين على مدى عقود بحروف من الاحترام والمودة والثقة هي حكاية لن تنهي فصولها مجموعة جاحدة لا تعرف الوفاء إلا لمن يودي بها إلى نار الحروب والقتل في سبيل مشاريعه